اشتركوا في القناة الحقيقة اللي بينشر الشقيعة دي بيحاول يحقق ترند او يعمل سبق صحفي او يحقق نسبة اعلى من المشاهدات لكن طبعا ما بيبصوش للضرر اللي بيعود على اهل المريض لو في حد من اهل المريض سمع الاشاعة دي وسمعه هو بايد وما بيكونش تأكد لسه من الخبر تخيلوا مدى وقع الخبر عليه لغاية ما يتأكد طبعا اذا كان الخبر ده فعلا حقيقة ولا مجرد اشاعة بس ده غير كمان الموضوع لو وصل المريض نفسه طبعا اكيد بيحس بالليل اكتاب وبيحس بالحزن الشديد وبدل ما بيكون جواه امل في الشفاء بيصاب بالاحباط وطبعا الموضوع ده بيأثر على حالته الصحية الحقيقة مرويج الاشاعات لازم يفهمون ده خطأ كبير جدا تعالوا نكمل كلام رامي كتب رامي على الفيسبوك وقال الواحد ما بيتمناش غير كل الخير للناس بس فاضل كيل يارب كل واحد نشر الاشاعة الملعونة دي شفة في حبيبه وللسه ده رؤساء التحرير ناقص صحفينكم ايه القرف ده رجع كمل كلام وقال ليه التوضيح اعني من نشر صحفيا ما قدرش قالوا من ناس كمل تهديده للناس اللي نشرت الاخبار الكاذبة دي وقال كل موقع نزل الاشاعة اللي نزلها دي ينزل اعتذار فورا يا ام هيكون لي موقف تاني اما الحسف ده مش حل معاي از كرين شوت الكل ما النشر لعنة الله عليكم احنا مش ناصركم اما بالنسبة لحسن الردية الزوج امي سامير غانم فرد على شائعة وفاد الفنانة دلالة عبدالعزيز وقال رجعا احنا المصدر الوحيد لاي خبر يخص الحالة الصحية للفنانة دلالة عبدالعزيز الاخبار هتكون من خلالنا فقط من خلالي انا او رامي واضاف اما بالنسبة للمواقع الصفرة الرخيصة اللي كتبت اخبار غير صحيحة عن حماتي يريد تحترموا نفسكم شوية واللي بينزل اخبار غير صحيحة تخص حياة انسان علشان يعمل ترند يبقى واحد مش محترم ولا بيحترم المهنة بتاعته واللي قالت باقي فيها هي وجوب تحرير الدقة احنا بقلنا ثلاث شهور في المستشفى وكلنا متواجدين مع حماتي قاعدين قدامها 24 ساعة رامي وقيمي ودنيا ولا وفاجأة يجي لنا سيل مكالمات ورسائل من كل اهلنا وحبايبنا بيتطمنوا عليها حقيقة عايزة اسأل اللي كتب الخبر ده لو حد فينا كان بعيد وسمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بايه او ممكن يحصله ايه طبعا على بال ما يتأكد ان الخبر صحيح مش هقولك كان ممكن يحصله ايه يا ريت تعيش الموقف ده علشان تشوف بنفسك حجم المصيبة اللي انت عملتها بس هقول ايه حاسبي الله ونعمل وكيل الحقيقة ده كان كلام حسن ورامي اللي وجههه طبعا مرويج الاشاعات الحقيقة اللي بيروج الاشاعات دي بيكون انسان يعني واحد او اتنين او موقع واحد وسبحان الله الخبر بينتشر بسرعة البر المفروض ان كل اللي بيسمع الخبر بيحاول يتأكد منه طبعا بيتأكد من اكتر من موقع وكمان يكون مواقع موصوق فيها لكن اللي بيحصل على العكس تماما اللي بيسمع الخبر بينشره بسرعة بدون طبعا التأكد من صحته وبدون التفكير في اي عواقب طبعا بتعود على الانسان اللي اتنشر عنه هذا الخبر او على اهل وده شيء طبعا غلط جدا وكالعادة بطلب بينكم تكتبولي في التعليقات ايه رأيكم في مرويج الاشعاع معنا خبر تاني لكن بيخص ايضا الخبر الاول الحقيقة صفحة الفنانة وفاق عامر من الصفحات اللي نشرت خبر وفاة الفنانة دلالة عبدالعزيز تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل وكالرد فعل وفاق ايه نشرت الفنانة وفاق عامر خبر وفاة الفنانة القاديرة دلالة عبدالعزيز عبر صفحتها على الفيسبوك الحقيقة المرة دي مش المرة الاولى اللي بتنشر صفحة الفنانة خبر كاذب فكان قبل كده خبر وفاة الفنان الشاب محمد السعدني والذي تشابه اسمه مع رجل الاعمال محمد صبر السعدني وعلشان كده تواصل الفجر الفني مع الفنانة وفاق عامر واللي صرحت ان هي قامت بفصل كل مزئولي صفحتها ودع على جميع منصات السوشيال ميديا واكدت وفاق اكدت ان هي انزعجت بمثل هذا التصرف واللي قام به مديرين صفحتها وقالت دلال بخير ولم يحدث بعد الشر عليها مطعها الله بالصحة وهذا درس الكل ادمن اضافت وفاة كمان وقالت انا دايما على تواصل مع بنتها بنتها بيردوا علي وبيطمنوني عليها بحبها جدا اخلقها عالية جدا ومحبة للخير وان شاء الله خير يا رب ندعو لدلال بالصحة والصبر ارضفت كلامها وقالت قالت ان نقابة المهن التمثيلية هي الجهة الوحيدة المختصة بالاعلان عن مثل هذه الاخبار اكدت كمان ان هي فصلت كل الادمن المسئولي عن الصفحة واللي نشروا مثل هذه الاخبار الكاذبة الحقيقة مش على صفحة وفاة عمر بس الشياء عادي انتشرت على صفحة كتير من الفنانين بدت الاشاعة دي الساعة واحدة وربع صباحا فعلى الفور كتبت صفحة الفنانة ياسمين صبري عبدالفيسبوك وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمره يناهز واحد وستين عاما والساعة واحدة وتلت كتب الفنان عمر عبدالجليل على الفيسبوك ايضا البقاء لله اللهم ارحم دلال عبدالعزيز ان لله وان اله يراجعون الله يرحمها ويجعلها من اهل الجنة يا رب وواحدة وتلاتة وتلاتين صباحا كتب الاعلامي رامر ادوان تجذيب لهذا الخبر وده التصريح اللي انتوا سمعتوه معايا من شوية وطالب في هذا المنشور مرويج الاشعاعات بالاعتذار وده المنشور اللي ارناه مع بعض من شوية من ناحية اخرى نشر الفنان اشرف زكي هذا الخبر بالخبر السخيف الساعة اتنين ودقيقة بقى نشر الاعلامي رامر ادوان تدوينة جديدة تعالوا نشوف مع بعض بتقول ايه كتب رامي وقال انا رقمني معطوب الارض مفيش رئيس تحرير ما معهوش تليفوني وما يعرفنيش انا شخصيا وتقريبا ما فيش صحفي ما معهوش تليفوني باي منطق واي عقل واي انسانية ومهنية ينزل خبر زي ده بدون تحقق جنسه ايه ودماغه فيها ايه اللي قرر ينزل اشعة مالعونة زي دي طب راقى الظروف المؤلمة اللي احنا عايشينها بقالنا شهور وتابع كلامه وقال طب راقوا ضمركم راقوا مهنيتكم طب راقوا انسانيتكم طب راقوا اي حاجة انا قلت قبل كده وهقولها تاني ويا رب تحسوا المرة دي خلوا الانسانية والضمير الانساني والصحفي يسبق اللحس وراء السق واللايك والشير في كل ما يخص ارواح الناس وفي اي خبر وده كان كلام رامي اللي وجهه لمرويج الاشعاعات وزي ما قلتلكم قبل كده المصيب ان كان كل اللي بيسمع الخبر مش بيتأكد من صحة هذا الخبر والموضوع انتشر بسرعة البر الحياة اللي بيطلع الاشعاع بيكون واحد بس لكن مرويج الاشعاعات بيكونوا كتير لانهم بيسمعوا الخبر وعلى الفور بينزلوه بينزلوه على كل الصفحات والناس ما بتتأكدش من الخبر وده طبعا بيصيب صاحب الخبر واهله بالرعب بالرعب والخوف عليه وخصوصا لو كان حد من اهله بعيدة عنه على بال ما بيتأكد من الخبر بيكون مات من الرعب ارجوكم تحرد دقفنا للاخبار وده الشيء اللي انا عن نفسي دايما بحاول اعمله علشان كده في الفيديو اللي فاد لما كنا بنتكلم عن حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز ونشر تبيب كبير من اطباء الناس حالتها قلنا ان احنا مش متأكدين من الخبر وان الخبر لازم علشان نصدقه يكون طالع من اهلها احمد العواضي قوائل عبدالعزيز علشان كده برضو في موضوع دلال عبدالعزيز بقولكم لازم تتأكدوا لقوة الموضوع موقفش عند دلاله وبس الموضوع كمان والاشعاعات دي طالت الفنانة بدرية طلبة ونشروا عنها اشعب الامس وقالوا ان هي توفت توفت اسرح حادث الحادث في السحل الشمالي كتبت بدرية طلبة وكدمت الخبر وقالت اخواتي اترعبوا علي نشرت عبر الستوري وقالت انا الحمد لله بخير وحسبي الله وناعم الوكيل في كل من روك شائعة وفاتي وشكرا لكل من سأل واتطمن على صحتي واشقائي فعلا اترعبوا علي ارفقت مع الفيديو البوست واللي اتنشر يعلن خبر وفاتها فيه وعلقت وقالت كلبي من كلاب الاشعاعات اما بالنسبة للفنانة الجميلة ياسمين عبدالعزيز طبعا الكل عايز يتطمن على حالتها واخر تطورات الحالة وتفاصيلها وقال طمننا على حالة ياسمين ونشر وقال وده كان مبارح يوم الجمعة قال انا عايز اشكر كل الجمهور الكبير والوطن العربي اشكرهم على اهتمامهم وعلى حبهم لياسمين ودعاهم لها في ايام مفترجة زي دي انا عايز اشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي واللي اتصلت فعلا واكدت الحب الحقيقي لبنتي او اختي ياسمين وان شاء الله الايام اللي جاية نسمع اخبار حلوة عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعن خروجها من المستشفى ونتطمن اكتر على الفنانة دلالة عبدالعزيز وندعو للاتنين في اخر الفيديو ان ربنا يقومهم بالسلامة وبنطلب كمان في اخر الفيديو من اي حد بيسمع اي خبر ان هو يتأكد منه الاول وبكده النهاردة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا شكرا لكل اللي وصل معايا لاخر الفيديو بتمنى النهاردة الفيديو يكون طمنكم على حالة الفنانة دلالة عبدالعزيز وعلى حالة ياسمين عبدالعزيز ايضا اشتركوا في القناة